موسيقى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من فقه الصيام تحدثنا في الحلقة الماضية عن مشروعية قيام رمضان والترويح وفضلها ونستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الترويح فنقول وقت صلاة الترويح هو وقت قيام الليل يمتد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فيصح أداؤها في أي جزء من هذا الوقت كما قال الفقهاء قالوا يدخل وقت الترويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر ولكن بالنسبة لمن سيصلي في المسجد إماما بالناس فالسنة أن يصليها بعد صلاة العشاء ولا يؤخرها إلى نصف الليل أو إلى آخره حتى لا يشق ذلك على المصلين وربما ينام بعضهم فتفوته الصلاة وعلى هذا جرى عمل المسلمين فقد جرى عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام إلى زمننا هذا أنهم يصلون الترويح بعد صلاة العشاء ولا يؤخرونها ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى تؤخر القيام في الترويح إلى آخر الليل قال لا سنة المسلمين أحب إلي والترويح كما تشرع في رمضان جماعة فإنها تشرع أيضا على انفراد أي يشرع للإنسان أن يصليها منفردا في بيته ولكن فعلها في جماعة في المسجد أفضل من فعلها منفردا فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة عدة ليالي كما مر معنا في حديث عائشة في الحلقة الماضية وصلاها الصحابة رضي الله عنهم جماعة حين جماعهم عمر على أبي بن كعب واستمر عمل المسلمين على ذلك وهذا هو الأفضل وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل صلاتها في البيت لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة والحديث رواه أحمد قالوا بشرط أن تكون صلاتها في البيت أفضل بشرط أن ينشط لأدائها ولا يكسل وبشرط عدم تعطيل المساجد عن صلاة الترويح والأصل كما ذكرنا أن الترويح تصلى في المسجد أفضل لعمل الصحابة ويستحب للرجل إذا صلى في المسجد أن يصليها كاملة مع الإمام ولا ينصرف منها قبل أن يكملها معه لأنه إذا أتمها مع الإمام كتب الله تعالى له كأنه قام كل الليل وليس جزءا منه فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه ذكر صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان وقال وقام بنا في الليلة الخامسة حتى ذهب شطر الليل نصف الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو أكملت بنا القيام إلى كل الليل إلى النصف المتبقي يعني لو أكملت بنا القيام إلى الفجر فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني ليلة كاملة والحديث في سنن الترمذي والنساء وغيرهم وهذا يدل على فضل إكمال الصلاة مع الإمام وأن الله تعالى يكتب لمن أتمها مع الإمام قيام الليلة الكاملة هذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للنساء فيجوز للمرأة أن تصلي الترويح في المسجد ولا تمنع من ذلك في الأصل إلا المعتدة من وفاة فإنها كما هو معلوم المعتدة لا تخرج ليلا إلا لضرورة وليس خروجها لصلاة الترويح ضرورة لكن غير المعتدة من سائر النساء يجوز لهن الذهاب للمسجد لصلاة الترويح ولكن من أرادت كثرة الأجر والثواب فلتعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم الرواه أبو داود وجاءت أم حميد امرأة أبي حميد الساعد رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب صلاة معك فقال لها قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي قال الراوي فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله سبحانه وتعالى والحديث في مسند الإمام أحمد لكن هذه الأفضلية كما ذكرنا لا تمنع من الإذن لهن في الذهاب إلى المساجد كما في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها والحديث صحيح مسلم لكن ذهاب المرأة كما تعلمون إلى المسجد يشترط فيه أن تكون بالحجاب الشرعي الكامل وأن تخرج غير متطيبة وأن يكون ذلك بإذن الزوج فلو خالفت المرأة شيئا من ذلك فإنه يحق لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذهاب للمسجد بل يجب عليها أن يمنعها إذا لم يتوافر في حجابها الشروط الشرعية في الحجاب وإذا صلت المرأة الترويحة في بيتها فإنها تصلي بحسب ما يتيسر لها وتراعي السنة قدر المستطاع فإن كانت تحفظ القرآن أو قدرا منه وفي استطاعتها أن تطيل الصلاة فإنها تصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة مثنى مثنى يعني تسلم من كل ركعتين ثم توتر آخر الصلاة وإن كانت لا تستطيع الإطالة فإنها تصلي ركعتين ركعتين ما كتب الله لها أن تصلي حتى إذا ما رأت أنها قد أتت بما تقدر عليه أو ترت بركعة واحدة ولا يلزم المرأة أن تكون حافظة للقرآن من أجل أن تصلي الترويح في بيتها بل متى كانت حافظة له أو لقدر منه صلت بما معها من القرآن وإن لم يتيسر لها من الحفظ ما يعينها على صلاتها في البيت فلا حرج عليها في القراءة من المصحف تأخذ المصحف وتقرأ فيه لما في سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كان يأمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان يقرأ من المصحف وذكر الإمام البخالي تعليقا وذكر هذا الأثر الإمام البخالي تعليقا وقال الإمام أحمد أيضا لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف وإذا أرادت المرأة أن تصلي في بيتها جماعة مع نسائها كأن تصلي مع أختها أو مع أمها فهذا جائز في قول كثير من أهل علم لا بأس به لحديث ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذلت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها والحديث رواه أبو داود وإذا أمت أهل دارها في نسائها فإنها تقف في وسط الصف لا تتقدم لما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديث إمامة عائشة وأم سلمة رواهم الشافع في مسنده والبيهقي في سننه بإسناد الحسن وإذا كانت المأمومة واحدة تصلي معها امرأة واحدة وقفت عن يمينها هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الترويح نستكمل بعون الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله الحديث عن أحكام أخرى من أحكام صلاة الترويح فإلى أن نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة